الله عزيزي يا محمد وعالي محمد يا علي فصل جديد من التصعيد الامني تفرضه الضربات الامريكية الجديدة على معسكرات ميليشيات الحشد وقد لا يكون محدودا هذه المرة ويشكل ازمة يصعب احتواؤها لا سيما في ظل نفوذ الميليشيات في عمق الدولة في العراق على حساب هشاشة حكومة تصريف الاعمال وازمة تشكيل حكومة جديدة القيادة المركزية الامريكية رأت ان الضربات كانت مؤلمة لميليشيات الحشد لكنها رجحت ان تقوم تلك الميليشيات بهجمات مستقبلية على قواعدها حيث ما زال التهديد الايراني مرتفعا بشدة رغم ان مقتل قاسم سليماني صعب الامور على ايران في اتخاذ قرارات واصدارات توجيهات الحرب بالوكالة بحسب رأي القيادة المركزية الامريكية سياسيا ارخت الضربات الامريكية بظلالها على حوارات تشكيل الحكومة مصدر مطلع على مشاورات الكتل السياسية افاد بان مباحثات تشكيل الحكومة تم تأجيلها على الرغم من انه لم يتبقى على المهلة الدستورية لتسمية رئيس الحكومة سوى عدة ايام وعز المصدر ذلك الى ان تحالف الفتح عاد ليطرح خيار الابقاء على رئيس الوزراء المستقيل عاد العبد المهدي كرئيس للحكومة المؤقتة بذريعة موقفه الداعم لاخراج القوات الامريكية بحسب رأي تحالف الفتح الا ان هذا الطرح لم يحصل على اجماع الكتل بسبب وجود اسماء اخرى مرشحة من المقرر ان يعلن عنها قبل انتهاء المهلة الدستورية ويبدو ان هذا الصراع الدائر على الاراضي العراقية استثمرته الكتل من ناحية التهرب من تشكيل الحكومة وتصدير ازمتها الى اسباب خارجية تحاول من خلالها تجاهل الحراك الشعبي المطالب بالتغيير التراشق بين امريكا وايران عبر وكلائها يكشف عن ازمة سياسية في العراق ما زالت تضرب في عمق الجهاز المشغل للمنظومة الحاكمة وتكشف عن وباء سياسي يستلزم حلا جذريا يتولاه الشعب بعيدا عن الاحزاب والكتل اشتركوا في القناة شكرا